تعال نشوف اللي بعده تماني قربنا نخلصاهم طيب شوف بقى المشروعات اللي عملتها الدولة علشان تسيطر على الاسعار وتخفف من اثار الاضطرابات بتاعة الاسواق العالمية وبالمناسبة دي حاجة مهمة اوي اوي يعني زي ممكن تقول لكم بارح الدولة بتشجع الاستثمار الخاص اه بتشجع الاستثمار الخاص الريس بنفسه قالها مرارا وتقرارا اهلا وسهلا بالمستثمرين بس احنا عايزين استثمار وطني مش هسميها لك بالتعبير الناصري الستيناتي بتاع رأس ملاي وطني بس استثمار يبقى عاوز يكسب من غير ما يدبح الناس واشرف في دمها الناس اللي بتحب تستثمر وهي بتدبح الناس وتشرف في دمها بيزعل اوي لما يلاقي الدولة بتشتغل يقول لك مش معقول دولة تخش في كل حق يا جماعة الدولة بتخش عشان تحمي المواطن مش عشان تنفسك طيب الصوب الزراعية على سبيل المواطن خب بالك دولة بتخش في مشروعات استراتيجية ضخمة مهمة انت حتى كمستثمر مش هتعرف تخش فيها جئيلة عليك وبالتجربة هو انت ما بتحبوش تخش في القصة دي هبقوا انتوا الحاجات اللي هي ايه في السريعة اخطف ويجري مش عايز حد يزعل يعني بس الاغلب ده اللي بيجرى قلة قليلة اللي بتشتغل لصالح البلد ياه مشروع الصوب الزراعية على مساحة مئة الف فدان اكبر مشروع في الصوب الزراعية في الشرق الاوسط بالكامل بيتم تنفيذ المشروع على تلت مراحل فين قاعدة محمد نجيب في مطروح العاشر من رمضان محافظة شرقية قرية الامل ومنطقة ابو سلطان في الاسماعيلية الفاشن بني سويف اللهون في الفيوم العدوى في المينيا ايه ده ست اماكن بنعمل فيها مشروعات الصوب المئة الف فدان يا السلام طيب تعالنا نشوف مشروع الدلتة الجديدة مساحات مزروعة مساحة الزراعية المصرية بتتضاعف خلال السنين اللي فاتت هتلاقي احنا عندنا 568 الف فدان مهيئة للزراعة منها 200 الف فدان تم زراعتهم بالفعل تقريبا 45% اتنين وتمانية من عشر مليون فدان ده اجمالي مساحة مشروع الدلتة الجديدة يعني اظن قد الدلتة القديمة تقريبا ابرز المحاصيل بص هنا بقا ازاي الدولة بتوجه المسألة بتاعت الزراعة علشان خاطر مصلحة المجتمع ابرز المحاصيل دورة امح وطبعا المزروعات المتعلقة بالسكر زي بنجر السكر وخلافه وطبعا الخضروات طيب تعالوا نروح على سينة سينة الوحدها 239 الف فدان مساحة مزروعة كويس ده على الوقت الارض مزروعة يعني فيه 239 الف فدان اتزرعوا في سينة طب اجمالي المشروع قد ايه مليون ومئة الف فدان اجمالي مشروع تنمية سينة تعالوا نروح على الريف المصري الريف المصري انا الحقيقة اتشرفت ان انا يعني رحت شفته هو مزروعة رحت شفته هو مزروعة والمباني بتاعة المزارعين والما اماكن بتاعة الموظفة كل حاجة كل حاجة دور العبادة خد بالك عندنا واحد ونص مليون فدان اجمالي مساحة مشروع الريف المصري منهم 140 الف فدان اجمالي المساحة اللي تم زراعتها و193 الف فدان تحت التنفيذ انشطة بقى مختلفة فيها استزراع سمكي فيها ثروة حيوانية فيها انتاج داجني وفيها تصنيع زراعي وهلوم مجرة تعالى على شرق العوينات 600 الف فدان دول اجمالي مساحة المشروع منهم 244.5 الف فدان تمت زراعته المحاصيل اللي تمت زراعتها حتى اللحظة امح درة بطاطس وفول سوداني اجمع الاجمالي ده ادي كده 3 4.3 من 10 4.3 من 10 4.5 يبقى 4.5.5 مليون 4.5 مليون فدان من 2014 حتى هذه اللحظة ممكن حضرتك تقول لي قبل 2014 سؤال الحلقة المساحة المزروعة في مصر مساحة الرقعة الزراعية المصرية سنة 2013 بلاش 2014 كانت كام اللي احنا شايفينه قدامنا 5 مليون فدان يضافوا الى المساحة الزراعية المصرية سلايد رقم 9 طيب ابرز مشروعات الدولة ايضا للسيطرة على الاسعار وتخفيف اثار اضطرابات السوق مشروعات الاستزراع السمكي ودي مشروعات حلوة جدا قوي خالص واحدة واحدة اهم مشروعات الاستزراع واحد استزراع سمكي متكامل مزارع غليون من اكبر مشروعات الاستزراع السمكي بالشرق الاوسط اتنين مشروع الفيروز للاستزراع السمكي غليون ده موجود في كل حتة من ادخل حد حضرتك بتشتري منه اغلى كيلو سمك للناس اللي على قد الحال حاجة غليون موجودة في كل مكان وحلوة حلوة حلوة يعني بتاكل منها اه باكل منها ومستمتع مرتين في الاسبوع الآن مشروع الفيروز للاستزراع السمكي ده في ايه بقى 5907 حوض تم تنفذها تم تنفذها مشروع الديبة للاستزراع السمكي بيتضمن 72 حوض طيب مشروع الاستزراع السمكي بتاع هيئة قناة السويس 4000 حوض خلصنا اسمك ماشي ده منوص باستزراع السمكي دي شملة كل شيء يعني حاجات كده منها جنباري وما إلا ذلك وأنواع مختلفة من الاسمك مشروعات التطوير بتاعت الثورة الثروة الداجين اكتر من 100 مليار جنيه حجم الاستثمار الداجيني اعتماد المنظمة العالمية للصحة الحيوانية العدد 37 منشأة باعتبارهم منشأات خالية من أمفلوانزة الطيور مش أي حاجة والسلام يعني 22 موقع تم استثمارهم تخصصهم أسف للاستثمار الداجيني خط انتاج لقاحات الدواجن في معهد العباسية عشان يزيد الانتاج بتاعه من 200 مليون جرعة إلى 1.5 مليار جرعة الشغل هنا هو شغل على رأي الجماعة الأجانب فول فلاجد بروجيكت احنا بنعمل المشروع متكامل مش بنتج وخلاص طب وكل المستلزمات تعالوا نشوف بقى الانتاج الحيواني مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان 826 مركز لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية 189 مركز تم الانتاء من تطورهم 6 مليون طن انتاج ألبان وبإذن الله هتزيد طيب الناس اللي بتشتغل في ده إخوانا المزارعين عملل لهم مبادرة البنك المركزي 5% المشروع القومي للبتيلو 40 ألف مستفيد من هذا المشروع بعدد 450 ألف رأس ماشية القروض 6.5 مليار اللي هي مبادرة المركزي بادو 5% بس